السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات العزيزات طالبات الصف الحادي عشر الآن طالبات العزيزات هيا بنا لنكمل الجزء المتبقي من درسنا اليوم صفحات مديئة من الوقف العلمي بالأندلس دكتور محمد العماري أهداف درسنا اليوم بنهاية الحصة يتوقع منك طالبات العزيزة أن تقرأي النص قراءة تحليلية صوراً وأساليباً من خلال أنشطة الكتاب أن تطبقي ما سبق دراسته من قواعد نحوية وصرفية بشكل صحيح الآن طالبات العزيزة هيا بنا للقراءة الجهرية للنص حيث الوقوف على أفكار النص ومعامل مفتدات الصعبة طالبات عليك بقراءة الفقرة الأولى لاستمتاج الفكرة العامة لهذه الفقرة أحسنتي الفكرة هي دور الوقف بشكل عام والآن مع الفقرة الثانية أحسنتي بنيتي الفكرة التي تدور حولها هذه الفقرة هي دور الوقف في الأندلس بالنسبة للفقرة الثالثة فإن الفكرة التي تدور حولها هي أحسنتي وقف الأندلس زو طابع خاص أنا عزيزة الطالبة إلى الفقرة الرابعة لاستمتاج فكرتها أحسنتي طالبة العزيزة الفكرة هي الوقف في الجانب العلمي أحسنتي طالبة عليك بقراءة الفقرة الخامسة والسادثة لإستمتاج فكرة أحسنتي عزيزة الطالبة الفكرة هي النواة التي قامت عليها أنواع المكتبات الأخرى والمقصود بالنواة هنا مكتبات المساجد حيث أنها كانت تعمل أو تقوم بدور المدرسة في ذلك الوقت قراءة الفقرة الأخيرة لإستمتاج فكرتها أحسنتي عزيزة الطالبة الفكرة هي الأثر الإصلاحي للوقف في الأندلس بارك الله فيكم الآن عزيزة الطالبة بعد أن تعرفتي على النص وكنت بقراءته هيا بنا لنجيب على بعض أسئلة الكتاب السؤال السابع يقول يمكن القول أن هذا النص قد جمع بين وظائف النصين ألف المعلوماتي والإقناعي باء الإقناعي والتفسيري جيم التفسيري والنقاشي بال النقاشي والمعلوماتي عزيزتي عندما قمت بقراءة النص لاحظت أن النص يحتوي على كثير من المعلومات ولكن قدم الكاتب هذه المعلومات بصورة إقناعية يحاول فيها إقناع القارئ بهمية الوقف وتحديدا الوقف العلمي في الأندلس إذن أحسنتي طالبتي العزيزة إجابة هذا السؤال هي المعلوماتي والإقناعي برك الله فيك والآن مع السؤال الثامن أكمل الفراغات فيما يأتي في دوق القراءة التحليلية للنص ألف غلب على مقدمة النص طابع الطرحي والذي من سماته توظيف الفعل نقاط مثل يشكل أيضا كما اتسمت الجمل بأنها نسبيا ووظف الكاتب أدوات بغرض الربط بين نقاط والنتيجة وبالإضافة إلى ذلك استخدم أوصافا عبرت عن إيمانه بأهمية الوقف ومنها باء اعتمد الكاتف الفقرة الخامسة على تقديم معلومات تاريخية بشكل رئيس فساد توظيف الفعل وكسر ذكر الأماكن مثل كذا إذن هنا ألقى الضوء على المقدمة وعلى الفقرة الخامسة هيا بنا نذهب إلى المقدمة نتعرف على إجابة السؤال مقدمة النص يشكل الوقف فضاء رحبا للعمل المشترك بين الدولة والمجتمع المدني إذ له دور كبير في بناء شبكة من العلاقات والأنشطة الثنائية تلك الشبكة من شأنها أن تملأ مساحات مؤثرة داخل الحياة الاجتماعية مما يؤدي إلى إرساء ثقافة التشارك بين مكونات المجتمع وطبقاته ودعم الكيان العام للأمة كما يعد الوقف مصدرا لعافية المجتمع وتماسكه لأنه يحول دون إقصاء الفئات التي تحتاج إلى دعم ومساندة عندما تنظرين إلى المقدمة فأنك تجدين يا ابنة العزيزة أن الكاتب هنا مال إلى استخدام الإقناع ليقوم بإقناع القارئ بأهمية الوقف حيث يقول أن له دور كبير في بناء شبكة من العلاقات والأنشطة الثنائية كما نجد أن الفعل الغالب على هذه الفقرة كما ترين هو أحسنتي الفعل المضارع مثل كلمة تملأ وكلمة يؤدي وكلمة يعد وكلمة يحول أحسنتي بارك الله فيك أيضا نجد أن بعض الصفات التي استخدمها الكاتب لإقناع القارئ بأهمية الوقف مثل كلمة دور كبير وأيضا مساحات مؤثرة ونجد أن الجمل من صفاتها أنها كانت جمل طويلة وقد ربط بين الجملة والأخرى بأدوات الربط الخاصة بالسبب والنتيجة هيا بنا لنأتي ببعض هذه الأدوات أحسنتي بارك الله فيك كلمة مما يؤدي إلى أيضا لأنه هذه أدوات الربط الخاصة بالسبب والنتيجة بارك الله فيكم هيا بنا لنذهب لإجابة السؤال فنحن جاهزون الآن غلب على مقدمة النص طابع الطرح أحسنتي الإقناعي والذي من سماته توظيف الفعل بارك الله فيكنا المدارع مثل كلمة يشكل وأيضا بعض الأفعال الأخرى ومنها يعد كما اتسمت الجمل بأنها أحسنتي طويلة نسبيا ووظف الكاتب أدوات بغرض الربط بين السبب والنتيجة بارك الله فيك مثل مما يؤدي إلى وأيضا لأنه بالإضافة إلى ذلك استخدم أوصافا عبرت عن إيمان بأهمية الوقف ومنها دور كبير وأيضا مساحات مؤثرة بارك الله فيكنا والآن ابنات العزيزة عليك بقراءة الفكرة الخامسة الوقوف على الإجابات المطلوبة في السؤال السامن وتحديدا النقطة باق عند قراءتك الفكرة الخامسة ستلاحظين ابنات العزيزة أن الكاتب قدم فيها معلومات تاريخية عندما أقول معلومات تاريخية فإنه استند في تقديمها إلى استخدام الفاعل الماضي ونجد الكثير من الأفعال الماضية التي تناولتها الفقرة مثل كلمة قامت وأيضا كلمة جذبت وكلمة أسسها وكلمة خصصة وأيضا أمها ونجد أيضا أن الكاتب استخدم الألفاظ أو كلمات تدل على الأماكن والأعلام مثل مسجد طوليطلة الشهيرة مكتبة مسجد طوليطلة وأيضا مكتبة المسجد الجامع بقرطبة كما أيضا أورد الخليفة الأموي المستنصر وابن الأبار وأيضا أورد الكثير من البلاد المختلفة أو البلد المختلفة مثل أوروبا والمغرب وأسيا وغيرها من هذه البلاد إنجلترا وسكوتلت هيا بنا للإجابة على السؤال اعتمد الكاتب في الفقرة الخامسة على تقديم معلومات تاريخية بشكل رئيس فساد توظيف الفعل الماضي أحسنتي مثل قامت جزبت وغيرها من الأفعال الماضية الأخرى التي ذكرناها في الفقرة عند قراءتي وكثر ذكر الأعلام والأماكن مثل إنجلترا مكتبة مسجد طوليتنا أحسنتي بارك الله فيك والآن مع السؤال التاسع وتحديدا أليس حدد الأزمنة التي عبرت عنها الأفعال المضارعة في كل مما يأتي مع التعليم ابنات العزيزة دائما ما تعلمين أن الفعل المضارع هو فعل يدل على حدث يحدث في الحاضر ويدل على التجدد والاستمرار هذا الفعل يدل دائما على التجدد والاستمرار ولكن هل تعلمين ابنات العزيزة أن الفعل المضارع قد يأتي ليدل أو له دلالات أخرى إذا جاء في مواضع معين من خلال قراءتك للجمل التالية أو الجمل المدونة بهذا الجدول سوف تلاحظين اختلاف الأزمنة التي يدل عليها الفعل المضارع فعلى سبيل المثال الجملة الأولى يعد الوقف مصدرا لعافية المجتمع وتماسكه هنا كلمة يعد فعل مضارع يدل على الحاضر إذن هنا لم يأتي ليدل على زمن آخر ولكنه دل على الحاضر يريد الزمن مع التعليم لماذا جاء يدل على الفعل زمن أحسنتي الحاضر لعدم وجود ما يصرفه عن زمنه الأصلي لم يأتي عارض يعارضه عن تأدية واجبه الأصلي وهو أنه يدل على الحاضر لم يكن الوقف مقتصرا على الأفراد فقط كما تلاحظين ابنات العزيزة أن الفعل المضارع سبقا بلم ونحن نعلم جميعا أن لم هي أداية نفي وجزم وقلب نفي جزم قلب سأنها تدخل على الفعل المضارع فتقوم بجزمه ونفيه وقلبه من زمن المضارع إلى زمن الماضي إذن الزمن هنا مع التعليل أحسنتي يا ابنتي الماضي لأن لم تنفي وتجزم وتقلب الزمن إلى الماضي المثال الثالث والأخير كانت الدول التي تعاقبت على حكم الأندلس ترعى كما تلاحظين ابنتي أن هذه الجملة جاء بها أكثر من فعل كانت وترعى كانت فعل ماضي أما كانت ترعاه فجاءت فعل مضارع كما تلاحظين أن الفعل الماضي سبق المضارع هل هذا دور في تحديد زمن المضارع؟ نعم أن الفعل الماضي عندما يسبق المضارع فأنه يحوله إلى ماضي إذن الزمن مع التعليل أحسنتي يا ابنتي هو الماضي لوجود كانت في بداية الجملة حيث أنها كانت فعل ماضي وإذا سبق الفعل المضارع بفعل ماضي في الجملة فأنه يحوله إلى زمن الماضي برك الله فيك سؤال حاجة خلاء النص من التصوير الخيالي والصور الفنية إلا في حالات محدودة حدد الصور الفنية ونوعها في كل مما يأتي وبين دورها في أداء المعنى الذي أراد الكاتب وتعتبر مكتبات المساجد النواء التي قامت على أساسها كل أنواع المكتبات الأخرى يتضح أن الوقف في الأندلس كانت له بصمة في كل أثار إصلاحي أنزاك الجملة الأولى احتوت على صورة فنية أو صورة مناغية أين هذه الصورة يا ابنتي؟ هل مكتبات المساجد نواء؟ أحسنتي الصورة هنا مكتبات المساجد نواء نوعها كما تلاحظين يا ابنتي أنه توفر في هذه الجملة أو في هذه الجزئية المشبه مكتبات المساجد والمشبه بكلمات نواء إذن نوع الصورة تشبيه بارك الله فيك دورها توضيح الدور المهم لمكتبات المساجد وأسبقيتها على أنواع المكتبات الأخرى نأتي للمثال التالي يتضح أن الوقف في الأندلس كانت له بصمة كلمة بصمة هل البصمة تكون لكلمة الوقف أم للإنسان؟ أحسنتي كلمة بصمة لابد أن تكون للإنسان بصمة بصمة إنسان ولكنه هنا لم يأتي بكلمة إنسان جاء بكلمة بصمة وهي صفة من صفات الإنسان يعني جزء من أجزاء الإنسان إذن أحسنتي حزف المشبه به وأتى بصفة من صفاته يبقى الوقف له بصمة هي استعارة مكنية دورها التأكيد على دور الوقف في شتى مجالات الإصلاح وأثره البارز فيها بارك الله فيك نبنات العزيزات الآن مع سؤال الثاني عشر تذكر المستشرقة زيغريد هونكا في كتابها المعروف شمس العربي تصطع على الغرب أن الحكام أنشأوا في كل حي دارا للكتب ووقفوا عليها مئات الألوف من الكتب وجعلوها في متناول الجميع وكانت مجموعاتها بين عشرة آلاف ومئة ألف مجل أعرب ما تحته خط فيما صبع كلمة المعروف أحسنتي يا ابنتي نعت مجرور وعلى متجر الكسرة الظاهرة كلمة الحكامة أنا الحكامة إذن هو اسم أنه منصوب وعلى متنصب الفتحة الظاهرة وكانت مجموعاتها بين عشرة آلاف عشرة آلاف أحسنتي آلاف نضاف لي مجرور وعلى متجر الكسرة الظاهرة والسلام عليكنا ورحمة الله وبركاته طالبات العزيزة